مم دا ثبت القانون نعم مين يعوض الناس دي؟ خلينا اقول بصراحة اصلي فيه ناس بتقولك الحكومة لازم تعوضنا على اللي حصل فيه هالحكومة ملزمة ده؟ لا طبعا يعملوا الاول جرد للاشياء المتحفص عليها خصمة الغرماء من الاموال اللي اقوها في بيته او بعض الحيوانات او المواشئ عزكم الله كل ما تحفزت عليه الدولة او الجهات المنطعة بذلك يشوفوا الناس اللي معها ورق بجد ويشوفوا الناس اللي معها مستندات ويحاولوا يجبروا بخاطر الناس دي لكن طبعا اكيد هيحصل فيه خلل المنظومة مش هتبقى كاملة لان الموضوع كله قائم على فساد والله تبارك تعالى يقول والله لا يحب الفساد يعني احنا النهاردة يا جماعة بندور على المكسب السريح ونعرفش ان ده افساد وفساد في الارض وشيء النهاردة ادى الكسر خاطر كم واحد كم واحد النهاردة مهموم كم واحد متدايق كم واحد عنده مشاكل كتير اوي ده انا مش عايز اقولك انا واقف قدام قصص يعني انا واقف قدام قصة الشاب اللي راح اشتغل قالك انا اشتغلت 13 سنة غربة وعملت 2.5 مليون جنيه راح ادهم لواحد وقالك ورق وعمل شركة وانا صبرت فدتهم له انا وزميلنا او المجموعة دي تبتتكلم في 50 مليون جنيه او اساس محمد يعني انا رفياد اما هو الوقتي يقولك ايه هتوني فلوسي فماش قدامه غير القضية والمعضر اللي هو عامله وعايز معه حجان هو طبعا قعد 12 سنة يشتغل ضعوا منه في اسبوع لانه كان متوقع ان الـ 2.5 مليون اللي اشتغل على 12 سنة عشان يجيبه ان هما يبقوا 5 مليون لخلال 13 لما احنا وقفنا نفسنا وقلوبنا وارواحنا عن العلاقة القوية بربنا سبحانه وتعالى وعلى حب الخير لبعض وعدم الطمع في الدنيا حصل اللي حصل واللي احنا بنشوفه النهاردة لكن صدقني يا سيد محمد لو النفوس والقلوب والارواح تعلقت بالله تبارك وتعالى والعقول اشتغلت يعني عقل الانسان اللي ربنا سبحانه وتعالى ميزوا به على كل المخلوقات ربنا يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من من خلقنا تفضيل ربنا ادلك العقل احنا النهاردة جماعة ده ملمح جميل جدا ما تدخل اي رسالة واي حاجة تيجي في حياتك النهاردة على مخك وعقلك اللي ربنا ميزك به غير بالكيدة وشوف